فلقد عداك زمانه وازهد فعمرك مر منه الأطيب ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب دع عنك ما قد كان في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهم تلعب والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب والليل فعلا والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب وجميع ما خلفته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب تبا لدار لا يدوم نعيمها ومشيدها عما قليل يخرب فاسمع هديت نصيحة أولاكها بر نصوح للأنام منجرب صحب الزمان وأهله مستبصرا ورأى الأمور بما تؤوب وتعقب وعواكب الأيام في عضاتها مضض يذل له الأعز الأنجب فعليك تقوى الله فالزمها تفز إن التقي هو البهي الأهيب وعمل بطاعته تنل منها الرضا إن المطيع له لديه مقرب واقنع ففي بعض القناعة راحة واليأس مما فات فهو المطلب فإذا طمعت كسيت ثوب مذلة فلقد كسي ثوب المذلة أشعب وابدأ عدوك بالتحية والتكن منه زمانك خائفا تترقب واحذره إن لقيته متبسما فالليث يبدو نابه إذ يغضبه إن العدو وإن تقادم عهده فالحقد باق في الصدور مغيب وإذا الصديق لقيته متملقا فهو العدو وحقه يتجنب لا خير فيه الدمرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو العقرب يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب وصل الكرام وإن رموك بجفوة فالصفح عنهم بالتجاوز أصوب واختر قرينك واستنعه تفاخرا إن القرين إلى المقارنين سبوا واحفظ جناحك للأقارب كلهم بتذلل واسمح لهم إن أذنبوا وادع الكذوب فلا يقول لك صاحبا إن الكذوب يشين حرا يصحب وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب واحفظ لسانك واحترز من لفظه فالمرء يسلم باللسان ويعطب والسر فاكتمه ولا تنطق به إن الزجاجة كسرها لا يشعب وكذا كسر المرء إن لم يطوه نشرته ألسنة تزيد وتكذب لا تحرص النظر الحرس ليس بزائد في الرزق بل يشقى الحريص ويتعب ويظل ملهوفا يروم تحيلا والرزق ليس بحيلة يستجلب كم عاجز في الناس يأتي رزقه رغدا ويحرم كيس ويخيب وارعى الأمانة والخيانة فاجتنب واعدل ولا تظلم يطب لك مكسب وإذا أصابك نكبة فاصبر لها من ذا رأيت مسلم لا ينكب وإذا رميت من الزمان بريبة أو نالك الأمر الأشق الأصعب فاضرع لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقرب كم استطعت عن الأنام بمعزل إن الكثير من الورى لا يسحب واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب واحذر من المظلوم سهما صائبا واعلم بأن دعاءه لا يحجب وإذا رأيت الرزق عز ببلدة وخشيت فيها أن يضيق المذهب فرحا فأرض الله واسعة الفضاء طولا وعرما شرقها والمغرب فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي فالنصح أغلى ما يباع ويوهب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر